هنتكلم عن التاريخ وحضرتك مهتمة جداً في كتاباتك عن التاريخ ومن قال أنك تعرف في الحقيقة معلومات صحيحة ليها علاقة بأكتر من شقة هنتكلم عنه وخلينا نبتدي بالجزء التاريخي الأول اهتمت بتصحيح بعض المعلومات ونقل المعلومة الصحيحة للقارئ عن أحداث في غاية الأهمية اتكلمت مثلاً عن أكتوبر ونقلت معلومات عن حرب أكتوبر خلينا نتكلم عن الجزءية أنا أحب دائماً أحكي التاريخ في شكل حكاية وأقسم الحكاية في مشاهد أو في معلومات بحيث أنه اللي يتفرج علي أو اللي يقرأ ما يزهقش وما يكونش كلام كله على بعضه عشان أقدر أوصله المعلومات لأنك عارفة لما مثلاً في الكتاب أحط في القصة مثلاً في 11 مشهد فبالتالي بدي له فرصة أنه يريحينه ويبدأ يعمل ريفريش الأفكار وقول آخره ودي الطريقة اللي أنا أتباحها في الكتاب ومتباحها برضو في المحتوى اللي أقدمه في أكتوبر أكتوبر هو شيء من البديهيات في حياتنا يعني إحنا طول عمرنا بنحتفل بأكتوبر أي بس إحنا بنسمع نفس الحكايات فأصبح الكلام ممكن فيه كلام جديد ممكن نسمعه يعني مثلاً وأنا في أكتوبر اللي فات وأنا بتكلم بعمل سيرش فلاقيت فيه وصائق قنطلعها الطرف الثاني بتكلم فيها عن أكتوبر واللي حصل في الأيام ديت من وجهة نظره ففيها حاجات بالنسبة لي وأنا مصري وأنا بقراها كنت حاسس بالفخر يعني لما أرى أنهما لغاية بالليل عملوا اجتماع وبعا كده عملوا اجتماع تاني ساعة 12 بالليل عشان يقولوا مصر هتضرب ولا لا ومع ذلك المخابرات بتاعتهم تقول لا مصر مش هتضرب وبعا كده الصبح يصحوا وزير الخارجية الأمريكي يقولوا له مصر هتضرب يقول لهم التأديرات بتاعتنا أنه مصر مش هتضرب إحنا نتكلم وخلاص كانت يعني قالت الحرب اشتغلت خلاص إحنا عندنا مع ذلك هم مش وإحنا قدامهم وهم مش قادرين فده في عبقرية من صنع القرار اللي عندنا اللي قدر يخداعهم بجد وبعا كده تقري في الوثائق بتاعتهم برضو أنه لما حصلت الصغرة فالصغرة كان فيه خر وقف إطلاق النار مفروض أن هم ما يتحركوش هم خلفوا خر وقف إطلاق النار اللي هم وافقوا عليه فالاتحاد السوفيتي طلب منهم أنهما يرجعوا لما كانوا وقفين فيه قبل يوم 22 أكتوبر فرفضت ورحت أمريكا عملت السنفار نووي في المنطقة يعني لو أنتم دخلتوا إحنا هنضرب نووي عشان نحمي إخوات بتاعتهم اللي هي خلفة القرار اللي أمريكا أصلا موقعها عليه فده كلها حكاية